أهلاً ومرحباً بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها للحديث عن ملف المختطفين وتبعات قيام ميليشيا الحوثي بنقل المختطفين إلى معسكر الأمن المركزي وتعريض حياتهم للخطر قالت رابطة أمهات المختطفين أن ميليشيا الحوثي أجبرت 400 مختطف في السجن المركزي بصنعها على ارتداء بزة عسكرية خاصة بالقوات الجوية ونقلتهم إلى معسكر قوات الأمن المركزي في منطقة السبعين بعد إهامهم أنه سيتم إطلاق صراحهم وحملت الرابطة ميليشيا الحوثي مسؤولية حياة المختطفين بعد نقلهم إلى منطقة عسكرية تعرضت سابقاً لضربات طائرات التحالف في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين إلى متى يظل المختطفون يقاسون العذاب داخل سجون الحوثيين وتحويلهم إلى دروع بشرية وماذا يمكن أن تقدمه المنظمات الدولية والجهات الرسمية للضغط من أجل الإفراج عن جميع المختطفين قبل أن نبدأ النقاش مع ضيوفنا نذهب لمتابعة التقرير الذي أعده الزميل محمد عبد المغني أنقذوا أبنائنا فهم يموتون أمام أعيننا مناشدات متكررة تطلقها أمهات المختطفين للمنظمات الدولية كل يوم للضغط على الحوثيين من أجل الإفراج عن المعتقلين الذين يقاسون شتى أنواع العذاب في السجون منذ أربع سنوات لا تتوقف معاناة المختطفين عند التعذيب والحرمان من أبسط الحقوق فقد يفقدون حياتهم جراء وضعهم دروعا بشرية في المناطق التي تتعرض للغارات بين وقت وآخر رابطة أمهات المختطفين قالت أن الحوثيين قاموا بإلباس الزي العسكري لأربعمائة مختطف داخل السجن المركزي في صنعاه ونقلهم إلى معسكر الأمن المركزي في منطقة السبعين بعد إهامهم داخل السجن المركزي أنه سيتم إطلاق سراحهم الرابطة حملت ميليشيا الحوثي مسؤولية حياة المختطفين بعد نقلهم إلى منطقة عسكرية تعرضت سابقا لضربات طائرات التحالف قتل على إثرها العشرات من المختطفين بعد احتجازهم في الشرطة العسكرية بصنعاء والسجن كلية المجتمع في ذمار منظمات حقوقية دولية عديدة أدانت ما تقوم به ميليشيا الحوثي من انتهاكات وصفتها بالخطيرة بحق محتجزين لديها تعرضوا للتعذيب وحرمانهم من الغذاء والدواء وطالبت بسرعة إطلاق سراحهم على الفور عذاب مستمر يقاسيه المختطفون في سجون الحوثيين ومناشدات عديدة تطلقها الأمهات بضرورة الاهتمام بهذا الملف وسرعة الإفراج عن المختطفين دون قيد أو شرط أهلا بكم من جديد مشاهدينا ونبدأ النقاش من صنعاء تنضم إلينا عبر الهاتف أم أحمد وهي عضو رابطات أمهات المختطفين مرحبا بك أم أحمد مساء الخير مساء النور أم أحمد ماذا حدث لأبنائكم؟ لماذا تم نقلهم إلى معسكر الأمن المركزي؟ أود أن يكون السؤال ما الذي حدث لأبنائنا أن تم نقل المئات من أبنائنا المختطفين من السجن المركزي بصنعاء وأيضا من أماكن احتجاز سرية كانوا يحتجزون فيها في العاصمة صنعاء هي عبارة عن بيوت منازل سكنية تعرف ببيوت التبادل حيث أنه يتم إيهام هؤلاء المختطفين لأنهم على وشك التبادل بهم مع عسكريين يتبعون لمعات الحوثي وتم تجميعهم بهذه الصورة إلى معسكر الأمن المركزي أيضا إجبارهم على اقتداء الزي العسكري أو مزة عسكرية تخص القوات الجوية ويتم احتجازهم في أماكن مقتضة للغاية العدد كبير جدا كما وصلنا أنه حوالي أربعمائة مختطف بدون فراج بدون طعام إلى الآن ما زال في التحام شديد ويعانون الجوع والبرد أيضا وخاصة أن معظمهم من أبناء محافظة الحديدة المعروف بحرارتها وارتفاع درجة حرارتها ونحن في صنعاء الآن على وشك الدخول في فصل الشتاء نعم أم أحمد هذه منطقة الاحتجاز الجديدة التي تم نقل المختطفين أو المعتقلين إليها ما هي المخاطر التي تعرضهم وهل تم التواصل مع أي جهات دولية هل تواصلتم مع أي جهات في صنعاء الحديث عن هذا الموضوع الرابط أطلقت نداء يوم أمس نداء عاجل لإنقاذ هؤلاء المختطفين حتى لا تتكرر كارثة قصف المختطفين في سجن الشرطة العسكرية في شهر ديسمبر عام 2017 وكان من نتائج عشرات القتلى من المختطفين بسبب احتجازهم في مكان عسكري تعرض القصف مرارا وإيضا تم تجميعهم من عدة سجون قبل القصف بحوالي شهر أيضا الشهر الماضي في مطلع شهر أيلول الماضي تم قصف كلية المجتمع وكان من نتائج أكثر من 140 قتيلا من المختطفين هذه المخاطرية التي جعلتنا نطلق نداء بأن تتكرر هذه الكارثة مرة أخرى أطلقنا نداء وناشدنا الأمم المتحدة ناشدنا الصليب الأحمر ناشدنا كافة المنظمات الحقوقية أن تعمل على سرعة إنقاذ أبنائنا المختطفين حتى لا تتكرر الكوارث السابقة نعم أم أحمد بالحديث عن المناشدة كان أيضا هنا لكم بيان عن الموضوع هل تم التفاعل من أي جهة مع هذا البيان أو تم التواصل معكم أو مع الجهة المسؤولة داخل صنعاء من طرف الحوثيين تلقينا رد من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بأنه تم التفاعل مع جماعة الحوثي وسؤالهم حول هذا النقل فأكدوا صحة هذا النقل ولكنهم قالوا أن ذلك بتنسيق من الصليب الأحمر نحن أيضا سجن كورية المجتمع كان قد ذاره الصليب من قبل ذلك وأيضا سجن كورية الشرطة العسكرية كان قد ذاره الصليب ومع ذلك زيارة الصليب لم تم نعقص هذه الأماكن نحن نخش أن تتكرر الكاتفة كما ذكرنا ونسأل الله سلامة جميع أبنائنا المختطفين نعم أم أحمد تفضلي بالبقاء معي واسمحي لي لأن أشرك معنا في هذا النقاش وكيل وزارة حقوق الإنسان الذي ينضم إلينا من القاهرة السيد نبيل عبد الحفيظ مرحبا بك أستاذ نبيل إذن أربعمائة مختطف حياتهم في خطر يقبعون في منطقة عسكرية تعرضت للقصف من قبل طائرات التحالف أنتم في وزارة حكومة الشرعية وزارة حقوق الإنسان ما الذي أنتم بصدد فعلي حيال ذلك بداية نسعد الله مساءكم ومساء أستاذ المشاهدين في الشهر الماضي كنا نحضر اجتماعات الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان وفي إطار هذه الدورة طلبنا لقاءا مع قيادات الصليب الأحمر وبالفعل التقينا بناب رئيس الصليب الأحمر في جينيف وضعنا كثير من القضايا التي تصلنا والتقارير التي تتوفر لدينا حول حالة الأشرح والمختطفين الموجودين لدى الجماعة الحسين وطالبنا بمعلومات كاملة حول حالة هؤلاء المختطفين أو ضاعهم أماكن احتجاجهم كيف يتصرف الصليب الأحمر في مثل هذا السياق وقدمنا لهم كثير من ما وصلنا وقلنا برسل توثيقه في قضايا المستطفين وأيضا هناك متابعات مع بعض المنظمات المحلية ودائما نشيد بجهود أمهات المختطفين لأنهن يقدمنا معلومات كثيرة في هذا السياق وذيهن مسابعات كبيرة ويقومنا تقريبا بدور أكبر مما يمكن وصفه في إطار هذا السياق نعم سيد نبيل ولكن ربما يقول البعض أن التواصل مع هذه الجهات التي قمت بذكرها ليس كافيا ألا يوجد طريقة أخرى لربما إحدى الجهات الدولية التي لديها خاط تواصل مع ميليشيا الحوثي يمكنها الضغط على ميليشيا الحوثي حتى نقلهم إلى أماكن ربما تكون آمنة أو استماح لأهلهم بالتواصل معهم وزيارتهم كأقل حق لهؤلاء أختي العزيزة بشكل مختصر أقول أننا لا نترك بابا مفتوحا لمثل هذه القضايا إلا ونطرقها لكن تظل القضية أننا نتعامل مع ميليشيات في كثير من الأحيال حتى المنظمات الدولية نفسها المنظمات التابعة للأمم المتحدة تتحدث عن أنها تتعامل مع ميليشيا لا تعيب مواضيع القانون الدولي الإنساني ولا قضايا الإنسانية تتصرف كما تشاء هي وربما ما يحدث في اجتماعات النمشة اللجنة الخاصة الموجودة ما بين المنظمات الدولية والحوثيين في صنعاء كثير من المنظمات يتحدثون عن الأساليب التي تتعامل بها الحوثيون سواء بكثير من الغطرسة أو بالرفض أو بالمساومات كثيرا يعني ماذا ستقدمون لنا مقابل تسهيل لأعمال لكم رغم أنهم يقومون بأعمال أكثرها أعمال إغاثية وكذا لكنهم كثيرا ما يساومون كثيرا ما يطالبوا بأشياء مقابل أن يترك هذه المنظمات التعمل فيما يقصط الطريب الأحمر هو الجهة الأساسية ورئيسية في هذا السياق ولذلك نتعامل معه على أساس أنه المنظمة الدولية التي يحق لها الوصول إلى الحالات الإنسانية وموضوع المختطفين الأسرى وغيرهم الجانب الآخر في الأمر أن الحوثيون مصممون وبقوة على التعامل بقسوة مع هذه الأمور يعني عملية وضع المختطفين دوما في أماكن لنا المعروف أنها مواقع عسكرية وستضرب عاجلا وخصوصا وهم يقومون في هذه المواقع بعمليات عسكرية كبيرة فيها بالتالي هم يريدون أن يضعوا أبناء البلاد على أساس أنكم إذا كنتم تريدون هؤلاء هذه مشاومة فيها كثير من الحقارة فيها كثير من الانسان وهي أيضا ترتقي ليس في القانون الدولي الإنساني فقط إذا تعاملنا لذا أخذنا قضايا المحكمة الجناية الدولية سنجد أن ما يقوم به الحوثيون يندرق ضمن قائمة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وبالتالي فهي بكل رجائع لا تسقط بالتقادم بل وتجعلهم مطلوبين أمام العدالة الدولية بشكل أو بآخر نعم ونتمنى أن تأتي ثمر هذه التحركات سريعا سيد نبيل عبد الحفيظ تفضل بالبقى معي أعود إليك أم أحمد أنتم في رابطة أمهات المختطفين تقييمكم لتحركات الحكومة الشرعية وأيضا الجهات المعانية وأيضا رسالة توجهيها بهذا الخصوص مع تقديرنا للسيد نبيل عبد الحفيظ ولجهود وزارة حقوق الإنسان لكن تلك التحركات أو الجهود التي تقومون بها هي أشبه بجهود منظمة وليس جهود حكومة نحن نأمل أن يكون التحرك أقوى من قبلكم هذه لقاءات تضنع الصديب الأحمر أو غيرها فقوم بها المنظمات الحقوقية أمثال ضابطة وغيرها من المنظمات لكن نحن نريد منكم أن تطلوا إلى درجة الضغط على زماعة الحوثي بحيث لا تعرض حياة مختطفين إلى الخطر أنتم حكومة تملكون الكثير من وسائل الضغط تملكون التمثيل الدبلوماسي في كونتج جميع الدول أنتم المعترض بكم دوليا أنتم عليكم القدرة على أن تفرضوا شروطكم على الأمم المتحدة وعلى المبعوث الأمهي التخابم الذي نجه من الحكومة لا يبرر ولا يفسر ولا نستطيع أن نقول فيه ما يكفي لكننا نعمل أن تتحرك للحكومة في الفترة القادمة وأن تشعر بالخطر الذي يحدق بهؤلاء المختطفين وأن تتحرك لبدل الكثير من الجهود والكثير من المسائي المنظمة حتى توقف حياة أبناء المختطفين نعم إذن أم أحمد عدو رابطة أمهات المختطفين كنت معي من صنعه شكرا جزيلا لك إذن بالعودة إليك سيد نبيل عليك استمعت لحدث أم أحمد التي تحدثت أو عتبها عليكم بأن جهود الوزارة أو جهود الحكومة الشرعية لا ترقى إلى مستوى تحركات حكومية بل ربما قد تماثل تحركات منظمة ردك سيد نبيل علاء محمد طبعا أنا أدرك آلام التي تعيشها الأمهات والأخوات والزوجات لهؤلاء المختطفين وبالتالي الجهد الكبير الذي يبدلنه أيضا يعني بالفعل يستحق مننا كثير من التقدير لكن أقول ببساطة سيدتي أن نحن نبدل كل ما نستطيع عندما نتجاه إلى المنظمات الدولية يعني اليوم الوزارة كان متواجدة في واشنطن وتفتح كثير من هذه القضايا أمام المنظمات الدولية والهيئات الدولية لدينا تحركات في الفترة القادمة في ألمانيا في عدد من الدول نحاول أن نضغط بشكل كبير جدا ربما الوزارة التي لا تتحدث كثيرا عن أعمالها ولذلك قد يرى الكثير أن هناك قصور لا أستطيع أن أقول أننا نقوم يعني أننا راضون تمام الرضا عن كل ما نعمله ولكن أيضا نحن في إطار الممكن والمتاح نحاول أن نقوم بكل ما نستطيع من جهد هذا جانب الجانب الآخر المنظمات الدولية أيضا تتحدث يعني حتى ونحن نقوم بضغوط معينة وقضايا معينة أنكم في حالة حرب والدولة في حالة الحرب لا تمتلك كل أوراق الضغط التي قد تتوفر في مناخات أخرى بالأيضا محاولة بعض الجهات الزودية أو وقوعها ضمن أسر تقارير لجهات مناوئة يعني كما تعلمون مثلا هناك منظمات تقدم أيضا أو تحاول أن تدافع عن الميليشيات الحوثية سواء تكون منظمات تابعة لإيران تابعة لجهود أخرى تحاول أن تقف وتبرر وتفعل ولذلك المعركة ليست سهلة والتعامل في بثل هذا الأمر ليست سهلا لكننا نبذل كل جهد هذا ما يجب أن يكون معلوم شواء ليختنا العزيزة أو محمد أو لكل الأخوات ومن يعملون في إطار عملية المتابعة لمواضيع المختفيين الجانب الثاني في هذا السياق أننا نحن من في الإجارة كنا أداة ضغط على الجانب الحكومي في أثناء اتفاق ستك هولم من أجل أن يكون التبادل ليشمل الجميع بمعنى أنه حتى المختطفين المدنيين بمقابل أسرع أسكريين كان للوزارة جهود كبيرة في هذا السياق وقدمنا كشوفات كثيرة من المختطفين منهم مرصودين لدينا للجنة الخاصة بقضية الأسرع بل أننا وكيل وزارة حقوق الإنسان الأخ ماجد فضائل هو أيضا عضو في لجنة المفاوضات فيما يخص الأسرع والمختطفين بمعنى أن هذا الملف وهذه القضية هي قضية أساسية بالنسبة لنا ونحاول أن نبذل كل ما نستطيع في إطارها وكما تعلمون أن الوزارة حتى الآن لم تتمكن حتى من أن توفر لها مناخ كافي للتحرك على الأرض بشكل جيد فكما ترون الأوضاع التي تحدث سواء في عدن أو في غيرها مما يجعل قهودنا كثيرا ما تنصب في السياة التوجه الخارجي في محاولة تحريك اللجان الموجودة لدينا في المحافظات يعني هناك ملاخ غير كافر نعم نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان كنت معي من القاهرة شكرا جزيلا لك إذن مشاهدنا ينضم إلينا من فيينا رئيس منظمة سام للحقوق والحرية أستاذ توفيق الحميد مرحبا بك أستاذ توفيق ما هو التوصيف القانوني لهذا الانتهاك بحق المختطفين وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان نسأل خير لك ولي جميع ولي ضيوفك الكرام في حقيقة الانباء التي تواردت بحسب الشهادات والوثاق حتى التي نجمعها إلى حد الآن تبين أننا أمام قريمة منظمة بمعنى أن الانتهاكات التي مورست لحق المعتقلين سابق لتخذوا كدروع بشرية ابتداء من حديقة هرام في محافظة الضمار مرورا بالحديدة والسجن الشرط العسكري إلى كلية المجتمع في الزمان تبين أننا أمام قريمة منظمة تستوقب تدخلا عاقلة من قبل المجتمع الدولي وخاصة الأطراف المعنية في الشان اليمني هذه قريمة مكتملة الأركان ترتقي إلى قريمة حرب تستوقب المسائلة العاقلة والفورية ضد منتهيكها خاصة من قبل جماعة الحوتي على وجه الخصوص نعم تفضل ستتوفيق معي ستتوفيق هل ما زلت معي؟ نعم 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 إذن في هذا الصدد ما هي التحركات أيضا القانونية التي المتاحة بيد الحكومة الشرعية وأيضا الجهات المعنية لإنقاذ هؤلاء أربعمائة مختطف في مكان عسكري استهدف سابقا من طائرات التحالف ومن هي الجهة الدولية التي لديها القدرة للضغط على الحوثيين للإفراج عن هؤلاء اليوم المبعوث الأممي بالدرقة الأساسية هو المسؤول هناك اتفاقية اسمها اتفاقية استكهولم هناك ملف اسمه ملف المعتقلين هذه الاتفاقية هناك مشاورات وحوارات طويلة بشأن هذا الملف يجب أن يكون هناك تدخل وإداءة هناك إدانة واضحة لمثل هذه التحركات هذه التصرفات يجب أن تكون هناك تحركات عاجلة من قبل المبعوث الأممي وأيضا إضافة إلى الحكومة الشرعية يجب أن تخاطب اليوم الحكومة الشرعية المبعوث الأممي إضافة إلى الأمم المتحدة على وجه الخصوص واللقانة التي تحقق في جرائم اليمن يجب أن يكون هناك تحرك أيضا دبلوماسي لجوار هذا التحرك للإدانة والشق ومطالبة التدخل وتحميل المجتمع الدولي مسؤولية ما قد يحدث له من أي انتهاكات أو غارات مستقبلا قد تؤدي بهم إلى المدى هو طلب فتح تحقيق في كل القراءة المتعلقة بالسجوم نعم سيد توفيق صليب الأحمر ربما هو المنظمة الدولية القادرة على الوصول لهؤلاء كحالة إنسانية عاجلة ربما هل هناك تحرك من قبلكم كمنظمات يمنية لديها طرق للتواصل مع صليب الأحمر يمكن التنسيق معه للوصول لهؤلاء كحالة إنسانية طارئة حقيقة اليوم الحكومة الشرعية هي الدرجة الأساسية نحن كمنظمات لا حد الآن لدينا مجموعة من المعطيات لكن ليس لدينا وقاع حقيقية وأدلة كافية في هذا الصدد وبالتالي سيكون تعامل فيه نوع من الضعف لكن الحكومة الشرعية اليوم هي جهة مسؤولة عن هؤلاء المعتقلين وهم تحت حمايتها موقع الدستورية من يجب أن تدخل الطالب على أقل من الصليب الأحمر التحقق من هذه الحالة والتأكد من مصداقيتها على الأقل لمنعه لدفع أي انتهاك قد يحدث مستقبلا نعم إذن توفيق الحميدي رئيس منظمة سامن الحقوق والحريات كنت معنا من ذينا شكرا جزيلا لك إذن مشاهدين الكرام بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة لا يسعني بالآخر لأن أشكر ضيوفي كان معي من صنعا أم أحمد عدو رابطة أمهات المختطفين وكان معي من القاهرة وكيل وزارة حقوق الإنسان سيد نبيل عبد الحفيظ وكان معي من بينا توفيق الحميدي رئيس منظمة سامن الحقوق والحريات والشكر هو موصول لكم على حسن المتابعة وهو لكم من زميلي معد هذه الحلقة محمد عبد المغني نلقاكم على خير في حلقة قادمة إلى اللقاء